موسيقى السبعة بتوقيت القدس الشريف نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعنون موسيقى وزيراء خارجية إيران وتركيا يؤكدان مواصلة التعاون بشأن مسار أستنى وجود رؤية مشتركة بخصوص اليمن وليبيا موسيقى موسيقى استمرار التظاهرات ضد عمف الشرطة في المدن الأمريكية واستقالات في صفوف الشرطة الأمريكية في مينيابوليس موسيقى موسيقى رئيس الحكومة اللبنانية يعلن بدء الحرب على الفساد والأمن العام اللبناني يكشف عن مخطط لاستهداف مطار بيروت موسيقى استشهاد 11 مدنيا يمنيا في غارة للتحالف السعودي استدفت سيارة في صعدة موسيقى 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 اتفاقية مشتركة للتعاون الدبلوماسي والسياسي وأكد أن أردوغان سيزور إيران لعقد اتفاقات تجارية من جهتي قال جاويشو أغلو إن الطرفين ناقشان مسار أستنى ومواجهة الإرهاب موسيقى محاولة جديدة لتقريب وجهات النظر بين أنقر وطهران حول العديد من القضايا الإقليمية يتصدرها الملف السوري من أهم ما حمله محمد جواد ظريف إلى تركيا تأكيد التعاون المشترك بين البلدين في إطار مسار أستنى لحل الأزمة السورية فيما تتطلع الأنظار إلى قمة تركية إيرانية روسية افتراضية لبحث الملف ذاته وتعزيز فرص السلام في المنطقة مع انتهاء أزمة كورونا سنستضيف قمة ثلاثية يشارك فيها الرئيس أردوغان في طهران وسيكون هناك توقيع اتفاقية جديدة للتبادل التجار بين البلدين لدينا رؤية مشتركة حول كثير من القضايا زيارة الوزير الإيراني توجد بتوقيع اتفاقية للتعاون الدبلوماسي تعكس في تفاصيلها رغبة البلدين الجارين في تعزيز العلاقات بينهما سياسيا وإقتصاديا مع التشديد على رؤية مشتركة في رفض العقوبات الأمريكية على إيران موقف تركيا واضح في العلاقة مع إيران فهي دولة جارة ولدينا علاقات متجذرة معها نرفض العقوبات الأحدية الجانب على طهران ونعمل مع إيران وروسيا لحل المشاكل في المنطقة عبر مسارات ديبلوماسية مختلفة ولم تغب مأساة اليمن والصراع الدائر فيه والملف الليبي عن محادثات المسؤول الإيراني مع نظيره التركي حيث ظهر التناغم الواضح في موقف البلدين تجاه هذين الملفين الخلافات في الرؤى والسياسات بين أنقرة وتهران لم تحل دون تعزيز الحراك السياسي لإنقاذ المنطقة مما يعصف بها من قضايا ساخنة للخروج بأقل الخسائر محمود واثق إسطنبول الميادين يبقى معنا من إسطنبول مراسل الميادين محمود واثق وينضم إلينا أيضا من تهران مراسل الميادين أحمد البحراني وكذا من العاصمة الروسية ينضم إلينا مدير مكتب الميادين هناك سلام العبيدي مرحبا بكم جميعا سأبدأ من زميننا محمود واثق في إسطنبول نقاشات كثيرة حفلت بها لقاءات اليوم ويمكن السؤال الأبرز على ماذا خلصت وبماذا يمكن أن نوصف تحديدا بالعلاقة بين أنقرة وتهران نعم يعني بداية هناك علاقة تتطور بين تركيا وإيران وكما قال الوزير الإيراني محمد جواد زريف بأن هذه العلاقة طيبة وتتحسن يوما بعد يوم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية هناك تبادل تجاري كبير بين الطرفين زيارة الوزير الإيراني وهي الأولى في ضل جائحة كورونا إلى خارج البلاد وتحديدا إلى تركيا تعكس أيضا رغبة البلدين في توسيع هذه العلاقة في مختلف المجالات هناك كثير من الملفات والنقاط التي تم مناقشتها بين الطرفين خلال هذه الزيارة أهم هذه الملفات بالإضافة إلى العلاقات السنائية بين الطرفين هناك ملفات إقليمية تم التطرق إليها خلال هذه الزيارة تصدر طبعا بتبيعة الحال الملف السوري الوزير التركي في مؤتمر صحفي قال بأن لا تزال هناك بعض الخلاف حول هذا الملف لكن الجميع متفق بأن هناك إرهابا في المنطقة وأن هذا الإرهاب يهدد الأمنة والسلام في هذه المنطقة وبالتالي هناك تعاون مشترك بين إيران وتركيا وهذا التعاون يتطور مع مرور الزمن ودع إلى بقية الأطراف الإقليمية للتعاون للقضاء على الإرهاب وإحلال السلام في المنطقة تحديدا فيما يتعلق بالملف السوري أيضا الملفات الإقليمية الأخرى مثل اليمن وليبيا تم التطرق إليه خلال هذه الزيارة الوزيران الإيراني والتركي أشار بأن هناك اتفاق في الرؤى بين الطرفين تحديدا فيما يتعلق باليمن بأن هناك مأساة ومعاناة تحدث في اليمن وبالتالي يجب حل هذه الأزمة بتعاون كل الدول وإحلال الأمن والسلام في اليمن أيضا فيما يتعلق بليبيا وزير خارجية ليبيا قال بأن تهران تدعم الحكومة الشرعية في ليبيا وتطلب من جميع الأطراف التعاون وعبر المفاوضات لإحلال الأمن والسلام في تلك المنطقة أيضا هناك تعاون في العديد من الملفات وهناك بعض الخلافات حول ملفات أخرى لكنه وحسب الوزير التركي الاتصالات والتعاون مستمر بين الطرفين لحل هذه القضايا العليقة جيد النقطة المتعلقة بموقف تهران حتى من حكومة الوفاق في ليبيا هذا موقف مهم اسمح لي منه وانتقل لزميل أحمد البحراني وبالسؤال أيضا عن أهمية هذا اللقاء بما حمله من نقاشات بالنسبة لطهران في أنقرة أحمد نعم رامي طبعا من الواضح أن المواقف نعم فضل آلو من المواقف من الواضح عفوا أن الموقف التركي الإيراني ومن خلال هذا المؤتمر الذي عقد اليوم في إسطنبول كانت مشتركة أو قريبة في أكثر من صعيد الوزيران محمد جواد ضريف ومولود شاويش أوغلو ناقشات جملة من القضايا لسيما أزمة كورونا العقوبات الأمريكية على إيران التعاون الاقتصادي المشترك وأيضا جملة من القضايا الإقليمية الساخنة على رأسها تطورات الأحداث في كل من سوريا واليمن والليبيا بخصوص العلاقات الثنائية بين البلدين واضح أن هناك انسجام كبير في الرؤى وهذا ما برز في كلام الوزير ضريف وأيضا شاويش أوغلو سواء في سبل التصدي لأزمة فيروس كورونا أو في رفض العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران واستئناف النشاط الاقتصادي بين البلدين وتعزيز هذا النشاط والوزير ضريف كشف عن توقيع اتفاق أو اتفاقية مهمة بين البلدين خلال هذه الزيارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية بين طهران وأنقرة بخصوص الملفات الخارجية من الواضح أن هناك خلافات حقيقية بين طهران وأنقرة حول الملف السوري لكن هذه الخلافات لم تنعكس بشكل واضح في المؤتمر وفي تصريحات الوزيرين أمام وسائل الإعلام ربما تطرقا إلى هذه الخلافات قبيل المؤتمر وفي اجتماعهما الخاص وهذا هو المرجح طبعا لكنها لم تنعكس أمام وسائل الإعلام كما كان يحدث في السابق بشكل واضح بل أكد وزير الخارجية التركي دعم بلاده ونية بلاده لمواصلة التعاون مع الجمهورية الإسلامية في أشان السوري أيضا لم يتطرقا إلى الخلاف حول العراق من المعلوم أن إيران أطلقت العديد من الانتقادات ووجهت الكثير من الانتقادات للانتهاكات التركية للأراضي والسيادة العراقية بحجة ضرب واستهداف مقار حزب العمال الكردساني في كيكي شمال العراق لكن في القضية الليبية الأمر كان مختلف واضح أن هناك اتفاق في وجهات النظر وهذا ما أكده ضريف عندما أعلن دعم بلاده الكامل للحكومة الشرعية في ليبيا وزير الخارجية الضريف كان صريحا جدا عندما قال أن وجهات النظر بين إيران وتركيا مشتركة بخصوص دعم الحكومة الليبية وأكد إمكانية وقدرة الحكومة الليبية على مواجهة وإنهاء الحرب والصراع الداخلي في ليبيا يعني عموما الجمهورية الإسلامية الإيرانية والموقف الرسمي الإيراني عادة ما وتجاه تركيا يبحث المشتركات القواسم المشتركة طبعا مع الحفاظ على الخلافات بين البلدين لا سيما الملفين السوري والعراقي ومحاولته لإدارة هذه الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية والسياسية اسمح لنا زمينا أحمد أنتقل لزميل سلام عبيده لنرى قراءة موسكو سيما وأنه كانت حاضرة أقل حتى في السؤال الذي وجهها لوزير خارجية التركيا إن كان هناك من خلاف مع روسيا ما حالة دون أن يكون هناك زيارة كانت مرتقبة لوزيري الدفاع والخارجية الروسيين وكان جواب بالنفي وإنما الأمر يحتاج للمزيد من الجلسات الخاصة في الجانب الفني والترتيبات لوقفة لقنار في ليبيا موسكو ما هي رؤيتها وإلى أي حد يمكن دعم فعلا أنه ما في خلاف حتى نرى عدم إتمام لهذه الزيارة نعم رامي رد وزير الخارجية التركي جاء متناغما عمليا مع بيان الخارجية الروسية الذي صدر بالأمس والذي تحدث عن اللقاء الوزاري الرباعي بين وزيري خارجية والدفاعي روسيا وتركيا يحتاج إلى المزيد من الإعداد والتحضير وهناك قضايا تقنية فنية تحتاج إلى عمل الخبراء أي أن الخبراء يجب أن يستمروا في العمل الذي سيمهد لللقاء الرباعي على مستوى وزارتي الخارجية والدفاع وبالبناسبة ليس فقط وزارتي الخارجية والدفاع وإنما مجموعة مؤسسات أخرى عالة في مثل هذه الاجتماعات أيضا تشارك الأجهزة الخاصة الأمنية والمخابرات والاستخبارات إلى آخرين فلذلك هذه العملية خاصة عندما نتحدث عن آلية وقت إطلاق النار سواء كان في السابق بخصوص سوريا أو ليبيا يحتاج إلى كل هذه التفاصيل الدقيقة والخرائط والتنسيق وبالمناسبة إذا أخذنا أيضا بنظر الاعتبار بعض التسريبات التي صدرت إلى الإعلام ليس الروسي طبعا هناك كانت معلومات في طرابلس طرابلس الغرب كانت هناك تسريبات إعلامية بأن أحد القضايا التقنية تتعلق بتشكيلة الدولة الليبية أو الحكومة الليبية يعني بوسكو تدافع بقوة عن التمثيل الأساسي لعقيلة صالح تريده أن يكون هو يعني على هرم السلطة في المرحلة الانتقالية في ليبيا في حين أن الجانب التركي ولو أنه ليس متحفظا على شخص عقيلة صالح يعني لكي يشارك في هيئات السلطة المؤقتة لكنها هي تريد أن يكون فايز السراج يعني يبقى رئيسا للحكومة الانتقالية المؤقتة وكيفما يمكن أن نسميها لذلك من هذه الناحية يمكن القول هناك فعلا أمور تقنية تحتاج إلى معالجة إلى المزيد من البحث ولكن أيضا يجب لا ننسى أن للأطراف الليبية أيضا دور وصوت وموقف وأرى يعني موسكو هي تعمل بشكل حفيف مع طبرق في حين أن تركيا تعمل مع طرابلس وهذا أيضا يحتاج إلى يعني تدوير الزوايا الخلافية بين الطرفين الليبيين أيضا وهذا ينعكس أيضا على التنسيق وعلى التواصل الروسي التركي ومن هذه النقطة تحديدا يجب أن ننظر أنه صحيح هناك هناك اختلاف في المصالح بين روسيا وتركيا سواء كان في سوريا أو في ليبيا لكن في نفس الوقت هناك أيضا رغبة هناك نصح التعبير عزيمة لدى الطرفين بتدوير الزوايا الخلافية بينهما لأنه وقف إطلاق النار هو مصلحة مشتركة للطرفين لا روسيا تريد أن تنجر إلى حرب في ليبيا ولا تركيا تريد أن تنجر إلى حرب في ليبيا وأيضا مهم جدا بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحملان الطرفين الروسي والتركيا المسؤولية عن التوتر في ليبيا وفشل جهود برلين ومؤتمر برلين فلذلك من مصلحة الطرفين فعلا أن يجد لغة مشتركة أن يتفاهم على التسوية في ليبيا سلام العبادي مدير مكتب ميادين في موسكو شكرا جزيلا لك موصول الشكر لزميل أحمد البحراني مراسل الميادين في طهران وزميل محمود واثق مراسل الميادين من اسطنبول شكرا جزيلا لكم قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني عباس موسوي أن على أمريكا الكف عن ممارسة الإرهاب الاقتصادي ضد إيران والعودة إلى الاتفاق النووي موسوي أشار إلى أن تمديد الحظر التسليحي على إيران ينتهك القانون الدولي وهو خط أحمر بالنسبة إلى طهران موسوي أضاف أن تقرير الأمم المتحدة بشأن مصدر أسلحة هجوم أرامكو جاء بضغط أمريكي وسعودي ومن دون أي دليل إذا وصلت الوكالة الدولية تعاملها على هذا النحو فسيكون هناك بعض المشاكل في التعامل معها فنهج الوكالة غير بناء يجب أن تحافظ على حيادها وأن تكون تقاريرها قانونية نأمل أن لا يتجاوز أحد خطوطه الحمراء في تمديد عقوبات الأسلحة على إيران إذا تم اتخاذ قرار غير بناء من قبل المنظمات الدولية فسيكون هناك رد إيراني مناسب موسوي دعاء السعودية إلى العودة إلى مواصفه بالطريق الصحيح مشيرا إلى أن سلوك السعودية اليوم غير بناء ولا يتوافق مع القواعد الدبلوماسية والقانون الدولوي موسوي أضاف أن تقرير الأمم المتحدة بشأن مصدر أسلحة هجوم رامكو كما أشرنا قد جاء بضغط أمريكي وسعودي ولم يحمل أي دليل كما أشرنا سابقا نأمل عودة السعودية إلى الطريق الصحيح وحل سوء التفاهم مع إيران وتكوين صداقات مع دول منطقة الخليج سلوك السعودية اليوم غير بناء ولا يتوافق مع القواعد الدبلوماسية والأعراف والقانون الدولي إيران على استعداد لمواصلة علاقاتها مع الدول الإسلامية ولن تتوانى عن فعل ما يمكن لتقريب وجهات النظر بينها ننصح الدول الجارة في الجنوب بالابتعاد عن الأوهام والحسابات الدولية فيما يخص العلاقات الثنائية في الولايات المتحدة تتواصل والتظاهرات والاحتجاجات الرافضة لعنف الشرطة والمنددة بالعنصرية وقد شهدت مناطق عديدة في الساعات الأخيرة تحركات ضد الممارسات العنصرية للشرطة وفي عيد ميلاد ترامب الرابع والسبعين تجمع محتجون أمام البيت الأبيض وفي نيويورك وغير الما منددين بسياسة التمييز على أساس عرقي وبممارسات الشرطة استقالة ما لا يقل عن سبعة من ضباط الشرطة في مينيا بوليس من دائراتهم وستة آخرون يستعدون للمغادرة على خلفية الاحتجاجات المستمرة بعد مقتل جورج فلويد نقلت صحيفة نيوزويك عن مسؤول قسم شرطة مينيا بوليس أن سبب الاستقالة هو تدني الروح المعنوية لدى الضباط المستقلين وشعورهم بضغوط من جميع الجهات بدءا بمحقق الدولة وصولا إلى المتظاهرين من أجل المساواة العرقية نائب ورئيس الأمريكي السابق والمرشح لانتخابات الرئاسة جو بايدن أشار إلى أن بلاده تواجه واحدا من أكبر التحديات في تاريخها مؤكدا في تغريدة له عبر التويتر أنه أصبح من الواضح أن ترامب لا يرقى إلى مستوى مسؤولية المنصب الذي يشغله وأضاف بايدن أن الأمريكيين يحتاجون إلى قائد في هذا الوقت معنا من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان منذر بين المادة الانتخابية ومحاولة تمويد زخم الاحتجاجات ببعض الإجراءات وصفت بأنها ترقيعية أين وصل الحراك في الوقت المتحدة الأمريكية ضد العنصرية لا يزال الغليان الأمريكي قائم وبالطبع تم زيادة وقود في هذا الغليان بعدما جرى في أطلانتا بمقتل بروكس وعائلة بروكس عقدت مؤتمر صحفيا منذ قليل كان في غاية تقديم المشاعر الحزينة والغاضبة وهذا أمر بالفعل أصبح شبه مألوف الآن بأن الصحافة الأمريكية لأول مرة تعرض الحالة النفسية والمعنوية والخسارة والألم للعائلات من السود الأمريكيين الأفارقة مستمر الوضع في زخم جديد بعد هذا الحادث الأليم واليوم ستتم أيضا مظاهرات بشكل خاص في واشنطن بمناسبة ذكرى مرور أسبوعين على عملية إجلاء بالقوة من قبل قوات الأمنية للمتظاهرين أمام البيت الأبيض لإفساح الطريق أمام الصورة التي التقطها ترامب أمام الكنيسة عملية أيضا استقالة ضباط الشرطة وعضاء من الشرطة تتم وستتم المزيد منها في العديد من الولايات وعلى فكرة ليس فقط من المعترضين والمؤيدين للمحتجين إما وحتى أيضا من الطرف الآخر الذي يعتبر أن هناك ظلم يلحق بهؤلاء رجال الشرطة لأنهم في أوضاع صعبة ويعتبرون أن الملابسات التي جرت حول مقتل بروكس في أتلانتا أيضا تدعم بعض التوجهات ولكن البعض الآخر يقول بأنه هذا سوء تدريب سوء تأهيل كان بالإمكان التعامل بطريقة مختلفة رغم الحالة والملابسات القائمة ترامب يحاول تجاوز النقاشات التي تجري بالكونغرس والمقترحات المقدمة بالحزب الديمقراطي والتي سيعرض كان الحزب الديمقراطي الجمهوري بعض أيضا وجهة نظره في إصلاح الشرطة سيصدر أمرا رئاسيا غدا آخر المعلومات تتعلق بكيفية إصلاح الشرطة بموقفه ينصب الخلاف بشكل أساسي بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري رجال الشرطة من المحاكمة المدنية وغير المدنية يعني من قبل الشرطة نفسها ومتابعتهم وأيضا إلغاء محاكاة عملية الخنق بالرقبة كأسلوب من التعامل لدى اعتقال المواطنين بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالتمويل تتعلق بالتأهيل بالتدريب بنوع الأسلحة التي يفترض أن تتوفر للشرطة نعم وهذا أيضا يعني من الأمور التي تطرح بأنه أن يكون هناك كشف حتى العقوبات المسلكية التي ينالها عناصر العمل في قطاعات وأجهزة الشرطة الأمريكية حيث تبين أن قاتل فلويد في تاريخه بـ 25 سنة هناك 18 عقوبة مسلكية من ضمنها الجأنب العنفي لكن هل هذا يعني مطلوب أو سيؤثر في مكان ما على زخم الاحتجاجات بمعنى وصلت إلى مستوى مختلف عن سابقاتها يتحول الأمر إلى حراك بروتوكولي أسبوعي وما إلى ذلك نعم التظاهرات والاعتصامات والتجمعات ستبقى قائمة العناصر الناشطة وخاصة التي كانت تتمنى حدوث مثل هذا الأمر والتي كانت تتوق إلى أن يكون تحصل نوع من الحراك في أمريكا طبعا ذات الميول اليسارية بالدرجة الأولى تجمع العدالة أولا تجمع أنسر المعادل العنصرية تجمع حياة السود مهمة وغيره حتى من البيئة غيره الذين يطالبون بإصلاحات وتغييرات بنيوية في النظام الأمريكي هناك موسم انتخابات يستغل الحوادث المتكررة تعطي شرارة إضافية حالة سياتل من الاعتصام والمنطقة الحرة من منطقة خالية من تواجد البوليس كانت على وشك كان يجري تفاوض حول إنهائها وأتت حادثة أطلنتا لتمدد الوضع وإمكانية أن يحصل أيضا ردة فعل بسبب أيضا محاولة إزالة التماثيل التي تجسد العنصرية وهناك من يحاول أن يحميها بحجة جزء من التاريخ الأمريكي إذن الأمور مفتوحة ولكن سيبقى هناك بشكل موسمي كما ذكرت أسبوعيا وأحيانا بشكل يعني عدة أيام في الأسبوع ستبقى تظاهرات قائمة وهي أسلوب تعبئة وحشد وتثقيف وأيضا تحفيز حول موضوع الانتخابات الحزب الديمقراطي يستفيد منها يشجعها ولكن ليس بالضرورة أن الحزب الديمقراطي في مأمن عن الانتقادات لأنه على مستوى الولايات هناك نسب مختلفة في كيفية الإجراءات ومدى جذرياتها التي تطالب بها هذه الاحتجاجات وبالتالي هنا ستبقى الحركة مستمرة شكرا جزيلا لك مدير سليمان مدير مكتب ميادين في واشنطن على مروحة المعلومات والمطيات التي وفيتنا بها من العاصمة الأمريكية وتضامنا مع الاحتجاجات في البلاد المتحدة ضد العنصرية وتنديدا بممارسات الشرطة ضد المواطنين في البلاد تظهر المئات من البرازيليين في ساو باولو وبرازيليا ومدن برازيلية أخرى احتجاجا على سياسة رئيس البلاد جاير بولسنارو مريم عثمان عزل بولسنارو قد يكون أكثر ما يصر عليه هؤلاء شعبية الرئيس البرازيلي على المحك ولا سيما مع اشتعال أزمة كورونا في البلاد موجات الغضب الشعبية من سياسة حكومة بولسنارو لم تهدأ منذ وصوله إلى سدة الرئاسة إلا أن منسوبها ارتفع بعد تعامل حكومته مع جائحة كورونا في ساو باولو وبرازيليا ومدن أخرى رفع المحتجون شعارات تطالب الرئيسة البرازيلية بالرحيل وتناديد بالعنصرية وبممارسات الشرطة البرازيلية تجاه المواطنين لسوء الحض فيروس كورونا قاتل وفتك بأكثر من 41 ألف شخص حتى اليوم ولكننا قررنا الخروج إلى الشارع لأننا نعاني من فيروس أشد خطورة وهو فيروس عودة الدكتاتورية والفاشية لقد وصلنا إلى لحظة يتعين علينا فيها الاختيار ونحن اليوم نختار هذا المسار لنحرر أنفسنا من الحكومة الفاشية سنقاتل لكي يكون للبرازيل مستقبل أفضل الغضب الشعبي من تعامل الحكومة مع أزمة كورونا أكثر ما قد يبرره هو تجاوز عدد الإصابات في البلاد عتبت 860 ألف إصابة وعدد الوفيات عتبت 43 ألف لتكون فيه البرازيل الدولة الثانية الأكثر تضررا في العالم من جراء الفيروس بعد الولايات المتحدة من حيث الإصابات والوفيات معا نحن نحن سنقاتل رجاء بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد في السابع من الميادين والتي نستأنفها من لبنان حيث قال رئيس الحكومة حسان دياب أن الفساد تسبب بوصول البلاد إلى حالة الانهيار وغياب المحاسبة معلنا بدء الحرب على الفساد لفتا إلى أن هذه المعركة ستكون طويلة وصعبة وسيقاتل حتى النهائع أنا بعلن اليوم بدء الحرب على الفساد هذه معركة طويلة ورح تكون صعبة ورح نتعرض فيها لاتهامات وتخوين وشتائم وحملات سياسية ماشي الحال تعودنا عليها من أول يوم تكلفت فيه تأليف الحكومة رح يحاول الفسدين حماية أنفسهم بالعبايات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية والعائلية كل هذا ما رح يوقفنا عن متابعة هذه المعركة رح نقاتل فيها للآخر أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم عن كشف مخطط لاستهداف مطار بيروت الدولي وعقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري كشف إبراهيم عن ورود معلومات بشأن عمل إرهابي كان يستهدف مطار بيروت مضيفا أنه جرى إيصال هذه المعلومات إلى المعنيين أكد رئيس لبناني العماد ميشيل عون أن الأعمال التخريبية التي حصلت في الفترة الأخيرة لم تعد مقبولة وتنذر بمضاعفات خطيرة بدوره رأى الرئيس الحكومة حسن دياب أن ما يحصل في البلد غير طبيعي وأن هناك قرارا في مكان ما للعبث بالسلم الأهلي مواقف عون ودياب جاءت خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع وقال فخامته إن مثل هذه الأحداث سببت استياءا واسعا الأمر الذي يفرض اتخاذ إجراءات متشددة لمنع تكرارها إضافة إلى القيام بحملة توقفات تشمل المخططين والمحرضين والمنفذين على حد سواه ولن يكون من المسموح بعد اليوم تجدد مثل هذه الأعمال التخريبية التي تؤثر على هيبة الدولة ما ينزر بمضاعفات خطيرة تحدث دولة الرئيس دياب فاعتبر أن ما يحصل في البلد غير طبيعي وأوضح أن هناك قرارا في مكان ما داخلي أو خارجي أو ربما الاثنين معا للعبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني في اليمن استشهد 13 مدنيا نتيجة غارات للتحالف السعودي على سيارة في مدرية شداء غربية محافظة صعداء هذا وشن التحالف السعودي سلسلة من الغارات استهدفت صلب والجفرة بمدرية مجزر إضافة إلى مدرية خبوى الشعف فيما عملت جرافة عسكرية لقوى التحالف على استحداث تحصينات قتالية في منطقة الجبالة بمدرية التحيطة اعتمدت حكومة صنعاء سياسة مصرفية للحد من انهيار العملة المحلية مقابل الدولار عبر منع تداول العملة المحلية الجديدة التي طبعها البنكو المركزي في عدن بهدف ضرب اقتصاد البلاد أحمد زبيبة ضرب العملة المحلية اليمنية كان مخطط التحالف منذ اليوم الأول للحرب وكما يقول محللون اقتصاديون فإن حكومة هادي تطبق السياسة السعودية بضرب الاقتصاد عبر مواصلة طباعة العملة المحلية واستنفاذ الوديعة السعودية الأخيرة التي تقدر بأكثر من 200 مليون دولار استنفذت المبلغ الوديعة السعودية التي وضعت في البنك المركزي عدن استنفذت من قبل حكومة هادي ولم تستخدم الاستخدام الذي ربما كان يمكن انعكس إيجابا على الاقتصاد وبالتالي أدى إلى زيادة حجم المضاربة على العملات الأجنبية مخطط التحالف ارتكز على ضرب مصادر النقد الأجنبي والدخل الحكومي فسحب النقد الأجنبي يمنع حكومة صنعاء من توفير السلع الأساسية ويوصلها إلى مرحلة الفشال بينما منعت صنعاء تداول العملة المحلية الجديدة وإيقاف المضاربة بالعملة كحل لخفض الضغط عليها رغم الارتفاعات التي حدثت في الدولار إلا أنها مقارنة بالأهداف الموضوعة من قبل دول العدوان فإنه هناك نجاح حقيقي حققها المجتمع أولا بصبره ومثابرته وصموده والحكومة ببس بعض السياسات التي كانت اتخاذها فشلت حكومة هادي في تحسين الاقتصاد اليمني ما أدى إلى ازدياد الوضع سوءا وانهيار العملة المحلية في مناطق سيطرتها مقابل الدولار إلى أرقام قياسية عملت حكومة صنعاء مع البنك المركزي اليمني منذ أشهر لوقف المضاربة بالعملة ولخفض حدة الطلب على الدولار بالتنسيق مع التجار من أجل تأمين العملة الأجنبية بما يضمن عدم انهيار العملة المحلية اليمنية أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين قال الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا ما زالت تواجه حربا مركبة تهدف إلى تشويه الوعي الأسد وافي رسالة مكتوبة وجهها إلى كوادر حزب البعث رأى أنه في الوقت الذي تواجه فيه أحزاب كبرى حول العالم خطر الانحسار الفكري والانكفاء يثبت حزب البعث قدرته على مواجهة التحديات والظروف الصعبة ومواكبة روح العصر ومتطلباته الأسد لفت أيضا إلى أن الحرب الشرسة التي شنت على سوريا وتداعياتها عطلت محاولات الإصلاح خطة تركية تزداد وضوحا لتغيير هوية مناطق واسعة من الشمال السوري أكملها اللجوء إلى الليرة التركية في المعاملات التجارية عملية تتريك ممنهجة تضمنت فرض اللغة التركية وربط المؤسسات المنتجة بالاقتصاد التركي محمد الخضر الليرة التركية في أسواق إعزاز والباب وعفرينة وأدلبة بذريعة عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية هي خطوة أخرى تدفع بها أنقرة في إطار مشروع لم يتوقف منذ خمس سنوات لربط اقتصاد شمال سوريا بالاقتصاد التركي مدن صناعية ومعابر غير شرعية ومكاتب لمؤسسة البريد والبرق التركية وأبراج اتصال تغلغل النجح في فرض مشهد تركي في بعض المناطق غرف العمليات المالية التي تستهدف الليرة السورية بمعظمها تدار من محافظة إدلب مما يعني أنه قرار أمريكي بإرادي وبآياد تركي في مسار استهداف صمام الأمان للاقتصاد السوري وهو الليرة السورية خطوات باتت أشبه بعمليات تتريك منظمة تبديل أسماء ساحات رئيسية في عفرين وفرض تعليم اللغة التركية على مئات آلاف التلاميذ وفتح فروع لجامعاتي غازي عنتاب وحران وأدماج آلاف الموظفين بمجالس محلية ترتبط بالولايات التركية تركيا تنظر إلى الشمال السوري على أنه خزان بشري اقتصادي وهو زوادي انتخابي في الحياة السياسي في سوريا على أنها هي من تملك القرار السياسي لهؤلاء في الشمال السوري وأيضا السوريين للموجودين في تركيا ليكونوا مادي في البازار السياسي المستقبلي في سوريا الربط الاقتصادي والعملية التعليمية في أرياف حلب الشمالية بالمؤسسات التركية يكمل تبعية عشرات الفصائل المسلحة تحت مسمى الجيش الوطني لتركيا وانتقالها للقتال كمرتزقة في ليبيا تبعا للتعليمات التركية القضاء على مشروع التتريكي في الشمال السوري يبدأ في اللحظة التي يغادر فيها آخر جندي تركيا دخل الأراضي السورية هدف عريض يتطلب وحدة السوريين هو تنفيذ تفاهمات أستنى المتضمنة الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية محمد الخضر دمشق الميادين دانت جامعة الدول العربية العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في مناطق شمال العراق لملاحقة عناصر من حزب العمال الكردستاني الجامعة العربية اعتبرت تداخلات العسكرية التركية في الأراضي العربية سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق مصدر قلق ورفض واستهجان من جميع الدول العربية مخلب أن السر هو الاسم الذي أطلقته تركيا على عمليتها العسكرية شمال العراق ما هي المنطقة المستهدفة؟ وهل حددت تركيا أهداف عمليتها؟ علي مرتضع أهلا بكم على وقع ضربات الطائرات الحربية التركية لأهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق أعلنت وزارة الدفاع التركية على تويتر انطلاق عملية عسكرية سمتها مخلب النصر وأضافت أن طائراتها تدمر ما وصفتها بجحور الإرهابيين وزارة الدفاع التركية لم تحدد أهداف عمليتها العسكرية إلا أن المنطقة التي تستهدفها تركيا تتضمن منطقة أفاشين وبسان والزاب في شمال وسط البلاد ونلاحظ أن هذه المناطق بعيدة حقيقة عن الحدود العراقية التركية وبطبيعة الحال تستهدف الغارات التركية منطقة جبال قنديل معقل حزب العمال الكردستاني في شمال شرق البلاد على الحدود العراقية الإيرانية المنطقة المستهدفة من قبل التركيا ولسيما جبال قنديل تعتبر معقلا رئيسيا وأساسيا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني حيث تمتد هذه الجبال بعمق نحو ثلاثين كيلومترا داخل الأراضي التركية وتبعد بنحو مائة وخمسين كيلومترا عن أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي أنقرة التي تستهدف بشكل متكرر حزب العمال الكردستاني عبر غارات جوية سواء في جنوب شرق تركيا أو في شمال العراق أهددت في السنوات الأخيرة بشن هجوم بري يستهدف قواعد حزب العمال في منطقة جبال قنديل إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت العملية الحالية ستشهد توغلا بريا أم لا ولسيما أن وزارة الدفاع التركية لم تكن واضحة بتحديد وأعلان أهداف العملية في ظل استنكار قيادة العمليات المشتركة العراقية لاختراق الطائرات التركية أجواء العراق وشدد بيان القيادة على أن هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقية الدولية ويعد تهاكا صارخا للسيادة العراقية إلى تونس حيث في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المحافظات احتجاجات اجتماعية للمطالبة بتحقيق التنمية والشغل أكد رئيس الحكومة التونسية لياس الفخفاخ أنه جرى تجمي دول انتدابات ولم يستبعد إمكانية تخفيض رواتب الموظفين تصريح قد يزيد في اتساع رقعة الاحتجاجات التي برزت في أكثر من 12 محافظة تونسية سميحة البغانمي الأوضاع المعيشية المتردية وغلاء الأسعار وتفاقم البطالة أعادت الاحتجاجات مجددا إلى شوارع تونس واسترتفاع في منسوب هذا الاحتقان الاجتماعي نتيجة التدعاية الاقتصادية لأزمة كورونا احتقان رغم أنه ليس وليد الأزمة في حد ذاتها وإنما هو نتاج سياسات تنموية فاشلة اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ الثورة بحسب العديد من المحتجين عشر سنين صغرنا ضايعين بالشهيد متاحهم تحت الحيوط ضايعين ونحن التالي ليس القدام البلاد الوضع متاحها بالثورة التوى الشاشية تضعها لا بالأمارها تولي ما تمشي لتركينا تلقى اعتصار الوضعيات الاقتصادية الحارجة التي تعيشها تونس دفعت بالحكومة إلى اتخاذ اجراءات تقشفية ضمن الموازنة المالية الحالية وموازنة السنة المقبلة مع امكانية تقليص رواتب الموظفين وفق ما صرح به رئيس الحكومة اجراءات رفضها الاتحاد العام التونسي لشغل محذرا من تداعيتها اليوم يجبنا ننقضوا رأوا كان السنديق الاجتماعية معناتها نواصلوا في الثنية هذه يمكن الروتريات مش نوليه معاش نجمه خلصها يمكن نقصه فيها الوظيفة العمومية نجمه نقصه في الشاري نجمه نقصه في الشاري اندلاعوا موجة الاحتجاجات المتزامنة في تونس اعكسوها شاشة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ما ينظر بانفجار اجتماعي وشيك قد يطالوا الاوضاع السياسية في ذل تزايد الدعوات الى حل البرلمان وتغيير نظام الحكم في البلاد الازمة الاقتصادية الرهنة تعد الأسوأ منذ استقلال البلاد ازمة القت بذلالها على كل القطاعة ما ينظر بحدوث احتقان اجتماعي سميح البغنمي تونس الميادين قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي انها بدأت اجراءات لتصنيف تنظيم الاخوان المسلمين تنظيما ارهابية ولكشف نشاط وتمويل فرع اتحاد العلماء المسلمين في تونس نحب نعلم الرأي العام ان اللائحة التي قدمناها هي اللائحة التي ستفرز المشهد السياسي باعتبار انه اذا كان فما تنظيمات اليوم في تونس تقول ما عنديش علاقة بجماعة الاخوان المسلمين تتفضل تصوت على هذه اللائحة واللائحة هذه فيها تصنيف واضح بسيادة تونس طالبين ايضا الكشوفات البنكية لما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مكتب تونس لانه عندهم في مصر في الزيتونة عندهم حساب بنكي العدد المتاعه معروف وعندهم حساب مصري في دولي اللي نعرفه هذك هذك موجود هذك كيف كيف اكدت حركة حماس خيار المقاومة في مواجهة خطة الضم الاسرائيلية باشكالها كافة مشيرة الى ان وحدة الصف الفلسطيني مقدسة وركيزة مهمة من ركائز القوة الوطنية واشددت على ضرورة الاتفاق على استراتيجية وطنية قائمة على مقاومة الاحتلال وتحريم التنسيق والتعاون الامني مع العدو في مواجهة خطة الضم التنصل من الاعتراف بالكيام الصهيوني وسحب الاعتراف به والتحلل من أوسلو وتداعياتها هي مقدمة عملية لتحقيق الوحدة ونجاح الجهود الوطنية في مواجهة قرارات الضم وغيرها من القرارات الصهيونية الجائرة ثالثا يجب الاتفاق على استراتيجية وطنية قائمة على مقاومة الاحتلال بكل الاشكال وتحريم التنسيق والتعاون الامني مع العدو ويجب تحشيد الامة العربية والاسلامية واحرار العالم خلف هذه الاستراتيجية ومع اقتراب موعد تنفيذ خطة الضم في الاول من تموز يوليو لا تزال الخلافات السياسية في اسرائيل مستعرة بشأن الخطة في ظل محاولات للتوصل الى اجماع داخلي عليها وتحصيل دعم عربي لها عبر مساع يبدلها رئيس الموساد في هذا المجال منال اسماعيل على وقع الخلافات وتباين الاراء بين المسؤولين الاسرائيليين بشأن خطة ضم اسرائيل غور الاردن واجزاء من الضفة الغربية اليها وفرد السيادة الاسرائيلية عليها يستمر السفير الامريكي في اسرائيل ديفيد فريدمان في محاولاته تقريب وجهات النظر لتحقيق شرط البيت الابيض الاساسي لدعم خطة الضم المتمثلي في اتفاق حزبي الليكود وازرق ابيض عليها موظف كبير قال ان لقاء نتنياهو وغانس وفريدمان لم يحقق تقدما مهما فنتنياهو لا يزال يطمح الى ضم اقصى ويبدو انه يدرك بان هذا لن يحصل فشهية جانس واشكنازي لخطوة دراماتيكية ليست كبيرة وقدرتهما على التأثير كما يبدو ترتفع في ضوء الطلب الامريكي اجماعا على خطة الضم وفي ضوء الفجوات في المواقف بين حزبي الليكود وازرق ابيض قال مسؤولون كبار في حزب الليكود ان نتنياهو يبحث عن ذريعة لفك الشراكة مع بني جانس مسؤولون كبار في الليكود قالوا ان نتنياهو غير متحمس لاداء حكومة وحدة وهو ينظر الى الوضع السياسي ويرى انه يتقدم في استطلاعات الرأي وغانس يتحطم لذلك يحاول ايجاد التوقيت والذريعة للذهاب الى انتخابات وفك الشراكة مع جانس وفي ظل التخبط السياسي بشأن خطة الضم يستعد الجيش الاسرائيلي للسيناريوهات الاسوأ وسط ضبابية تصعب برأي معلقنا من مهمته في ضبط الامور عدم الوضوح لدى الجيش بشأن خطة الضم امر مقلق ومدهش فحتى كبار الضباط الذين سيعملون في هذا الامر لا يزالون في ضبابية نحن ذاهبون الى ايام مع علامات استفهام كثيرة حيث لا شيء واضح وفيما كشفت وسائل اعلام اسرائيلية ان رئيس الموساد يوسي كوهن سيجري في الاسابيع المقبلة اتصالات مع زعماء دول عربية لاقناعهم بخطة الضم اشار مراقبون الى ان مصير الضم وحجمه سيتحددان وفقا للضغوط التي ستمارس على البيت الابيض وبعد حسم الخلافات الداخلية في تاقم السلام في الادارة الامريكية ازمة مالية متجددة تعيشها السلطة الفلسطينية القت بظلالها على تأخير رواتب الموظفين وزادت الاوضاع الاقتصادية سوءا في غزة احمد غانم بعد سنوات من قرارها حسم اكثر من خمسين في المائة من رواتب موظفيها تعيش السلطة الفلسطينية اليوم ازمة مالية متجددة دفعتها الى تأخير صرف الرواتب الى اجل غير مسمى اجراء تسبب في حالة من القلق لدى الموظفين في غزة والقى بظلاله على اسواق القطاع المنهارة اصلا بسبب الحصار حتى لو الراتب منتظم هناك مشكلة في بوضوع نسبة الراتب للموظف بالتالي الموظف منهك من سياسة الخصومات ونسب صرف الرواتب وجاءت تأخير الرواتب ايضا هذه حالة جديدة حالة معاناة جديدة معظم الايام تمر علينا بتعد بمخصر علينا بصراحة لانه ما فيش قيمة شرائية حتى يعني لما بدنا نبيع ما في قيمة شرائية ما في سعر عند زبون يقدر يدفع ازمة الرواتب مردها الى عجز مالي في موازنة السلطة الفلسطينية بلغ 865 مليون شيكل الشهر الماضي ازمة تفاقمت مع استمرار احتجاز اسرائيل اموال عائدات الضرائب الفلسطينية والتي تشترط اسرائيل تسليمها مقابل عودة التنسيق الامني وهو ما دفع السلطة الفلسطينية الى مطالبة الدول العربية بتوفير شبكة امان مالية كقرض مرحلي بقيمة 100 مليون دولار شهريا لتجاوز الازمة الاثار كتير صعبة رح تكون على مستوى الاداء الاقتصادي من جههم الجهة التانية هي بارعا الدائرة الاقتصادية اي حركة مال موجودة بقطاع غزة بتأثرها الحركة الاقتصادية وبالتالي لها نكسات خطيرة على القطع الخاص من جههم الجهة التانية على الموظف الازمة المالية للسلطة ستطالوا اثارها 133 الف موظف مدني وعسكري في غزة والضفة اكثر من 50% منهم مدنون للبنوك بقروض مختلفة ويرى مراقبون ان اسرائيل تحاول الضغط على السلطة الفلسطينية من بوابة المال لاضعاف موقفها تمهيدا لتمرير مخططاتها الاستيطانية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني احمد غانم غزة الميادين بعد نصل الى ختام السابع نذكركم بعنوينها وزيراء خارجية ايران وتركيا يؤكدان مواصلة التعاون بشأن مسار استنى وجود رؤية مشتركة بخصوص اليمن وليبيا سمرار التظاهرات ضد عف الشرطة في المدن الامريكية واستقالات في صفوف الشرطة الامريكية في منيا بوليس أنا بعلن اليوم بدء الحرب على الفساد رئيس الحكومة اللبنانية يعلن بدء الحرب على الفساد والامن العام اللبناني يكشف عن مخطط لاستهداف مطار بيروت استشهاد 13 مدنيا يمنيا في غارات للتحالف السعودي استهدفت سيارة في صعد دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت الميادين دات نت إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء